اشتركوا في القناة جو بايدن يؤكد ضرورة منع السلفه دونالد ترامب من تلقي أي إحاطة استخباراتية الصحة تعلن تسجيل 540 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة السادسة صباحاً الرابعة بتوقيت جرينيتش موجز نغمري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولية ووجه الرئيس بأن يتضمن مركز النقل الجماعي بمحطته الدولية كل الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به وذلك من أجل استيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز كما تفقد السيسي مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة ووجه بالإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات رحبت مصر بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جناف برعاية الأمم المتحدة وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن تطلع مصر إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المنتخبة بعد الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر لهذا العام كما أشاد المتحدث بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا داعيا الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم وكذلك كل الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المصار السلمي لتسوية الأزمة في البلاد تنطلق اليوم قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الرابعة والثلاثين تحت شعار الفنون والثكافة والطراث روافع من أجل بناء أفريقيا التي نريدها وستبحث القمة التي تعقد افتراضيا لمدة يومين عدة موضوعات من بينها التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد وأجهزته المختلفة ومدى فعالية الاتحاد في مواجهة جائحة كورونا كما ستشهد القمة تولي الكونغو الديمقراطية الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي خلفا لجنوب أفريقيا أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة منع الرئيس السابق دونالد ترامب من تلقي أي إحاطة استخباراتية بسبب سلوكه غير المتوقع ولم يوضح بايدن خلال مقابلة مع شبكة قناة CBS News مخاوفه بشأن ما قد يحدث إذا استمر ترامب في تلقي الإحاطة لكنه تساءل عن القيمة التي يمكن أن يضيفها ذلك للبلاد يشار إلى أن كل رئيس سابق في الولايات المتحدة يستمر في تلقي بعض المعلومات الاستخباراتية خلال فترة زمنية معينة بعد تركه منصب الرئاسة قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لتغيان إنه أجرى محادثات مستفيدة مع نظرائه في أمريكا وبريطانيا وألمانيا بشأن إيران وكيفية التعامل معها وأضاف لتغيان في تغريدة عبر تويتر أن المحادثات تطرقت إلى التحديات النووية والأمن الإقليمي فضلا عن عدد من القضايا الأخرى أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 540 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة وأشار دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى خروج 421 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 131 ألف حالة تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم 105 ملايين حالة بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من مليونين و288 ألف حالة وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الإصابات والوفيات تلتها الهند ثم البرازيل في المرتبة الثالثة بينما حلت روسيا في المرتبة الرابعة مشاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز وفي النهاية نحيط علم سياداتكم بأن تردد أكسترانيوز الجديد هو 11.785 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل لاستقطاب رأسي شكرا لكم